الحقيقة لما نبدأ موضوع حلقتنا طبعاً لازم أتوجه بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان طبعاً هذه الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري العظيم على العدو الإسرائيلي واستطاع استرداد سيناء بعد احتلالها لمدة ست سنوات الحقيقة اللي حصل في العاشر من رمضان كان معجزة بكل المقيس طبعاً كان فيه تحديات كبيرة جداً وكان فيه أقويل بتقول أن الجيش المصري لا يمكن أن يحقق النصر ولا يمكن حتى أن يعبر قناة السويس بسبب المعوقات التي كانت موجودة طبعاً الساتر والترابي وخط برليف وكلها تحسينات كبيرة جداً ومعوقة لعملية العبور ولدخول الجيش المصري والسرداد لسيناء لكن بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع وبفضل أيضاً التخطيط السليم للقوات المسلحة ولقائد والنصر في ذلك الوقت الرئيس محمد أنور السادات وعملية طبعاً الخداع الاستراتيجي التي تمت في ذلك الوقت استطاع الجيش المصري العظيم أن يعبر قناة السويس وأن يسترد سيناء بعد احتلالها لمدة ست سنوات كل التحية والتقدير لجيشنا الباسل وكل التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة